السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزاء الطلبة مجددا في دروس التعلم عن بعد لمادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات للصف الخامس الابتدائي الوحدة الثانية أساسيات حل المشكلات الدرس الثاني برمجة قصة بسيطة الجزء الثاني أهلا وسهلا بكم تعلمنا في الدرس السابق أعزاء الطلبة الخوارزمية والمخطط الإنسيابي الخاص بقصة السلامة المرورية وتعلمنا أيضا تغيير خلفية المنصة وكذلك إضافة وتحميل الكائن الرسومي فلنتذكر سويا أهم المهارات التي أخذناها في الدرس السابق تعلمنا في الدرس السابق كيفية تغيير خلفية المنصة في برنامج السكراتش وذلك بالضغط على زر Change Backdrop من المكتبة Library ومن ثم اختيار خلفية المنصة المناسبة من الخلفيات المعروضة ثم الضغط على زر الموافق OK وكذلك تعلمنا في الدرس السابق كيفية إضافة كائن رسومي جديد في برنامج السكراتش وذلك بتتبع الخطوات التالية من لوحة الكائنات قمنا بالضغط على أيقونة Choose Sprite From Library اختيار كائن من المكتبة ثم قمنا بالضغط على الكائن المناسب من نافذة مكتبة الكائنات ومن ثم قمنا بالضغط على زر الموافق ليتم إضافة الكائن الجديد داخل لوحة الكائنات ثم قمنا بالضغط وسحب الكائن وإفلاته حيث نريد على المنصة أهداف الدرس أولا أن يميز الطالب لبنات القبعة في برنامج السكراتش ثانيا أن يحرك الطالب الكائن الرسومي في برنامج السكراتش ثالثا أن يتحكم الطالب باتجاه حركة الكائن مصطلحات الدرس المصطلح الأول Story قصة Story قصة Block لبنة Block لبنة Direction الاتجاه Direction الاتجاه الهدف الأول أن يميز الطالب لبنات القبعة في برنامج السكراتش في سكراتش عزيز الطالب هناك بعض اللبنات التي يتم استخدامها لتشغيل المقطع البرمجي وتسمى هذه اللبنات Hot Blocks لبنات القبعة ويتم تشكيل لبنات القبعة بحيث لا يمكن لأي لبنة أن تتصدرها يمكننا أن نجد جميع لبنات القبعة في قسم Events Block لبنات الأحداث ولبنة القبعة الأكثر شهرة هي لبنة عند ضغط العلم الأخضر When Green Flag Clicked ونستخدمها في الجزء العلوي من المقاطع البرمجية لتفعيل المقطع البرمجي عند الضغط على العلم الأخضر لبنة عند ضغط المفتاح When Keep Rest عندما نريد عزيز الطالب التحكم في حركة الكائن الرسومي باستخدام مفاتيح الأسهم سوف نقوم باستخدام لبنة When Keep Rest عند ضغط المفتاح حيث يبدأ هذا المقطع البرمجي عند الضغط على مفتاح معين والمفاتيح التي يمكن استشعارها باستخدام هذه اللبنة هي الأبجدية الإنجليزية بأكملها وكذلك مفاتيح الأرقام وكذلك مفاتيح الأسهم السهم إلى الأعلى Up Arrow وكذلك السهم إلى الأسفل Down Arrow والسهم إلى اليمين Right Arrow وكذلك السهم إلى اليسار Left Arrow كما أن لديها هذه اللبنة خيارا لبدء المقطع البرمجي عند الضغط على أي مفتاح آخر نحدده من لوحة المفاتيح Any عزيز الطالب لتشغيل أي مقطع برمجي في برنامج السكراج يجب أن يبدأ بأحد لبنات القبعة Hot Blocks والتي نجدها في لبنات الأحداث Events Block ومن أشهر لبنات القبعة لبنت عند ضغط العلم الأخضر Win Green Flag Clicked وذلك بالضغط على هذه اللبنة ومن ثم سحبها إلى منطقة المقاطع البرمجية ومن ثم إفلاتها وتعني هذه اللبنة أن المقطع البرمجي سوف يبدأ بالتنفيذ وذلك عند الضغط على العلم الأخضر في أعلى الشاشة ومن اللبنات المهمة في لبنات القبعة لبنت عند ضغط المفتاح Winkey pressed وبنفس الطريقة عند الضغط على هذه اللبنة ومن ثم سحبها إلى منطقة المقاطع البرمجية ومن ثم إفلاتها حيث هذه اللبنة تقوم بتنفيذ المقطع البرمجي عند الضغط على الزر المحدد من هذه القائمة والتي تحتوي على جميع الأحرف الأبجدية والأرقام والأسهم أو أي زر على لوحة المفاتيح بارك الله فيكم الهدف الثاني أن يحرك الطالب الكائن الرسومي في برنامج السكراتش ولكي نحرك الكائن الرسومي عن طريق السهم الأيمن عشر خطوات سوف نقوم بما يلي أولا سوف نقوم بالضغط على قسم Events Block من لبنات الأحداث ثم نقوم بسحب وإفلات لبنة Win Key Press عند ضغط المفتاح ثم نقوم باختيار Right Arrow السهم الأيمن من القائمة المنسدلة ثم نقوم بسحب وإفلات لبنة Move 10 Steps تحرك عشر خطوات وذلك من لبنات Motion وبذلك نقوم بتحريك الكائن الرسومي عشر خطوات باستخدام السهم الأيمن هيا لنطبق ذلك معا عزيز الطالب سوف نقوم بإنشاء مقطع برمجي يقوم بتحريك هذا الكائن الرسومي القطة عشر خطوات إلى الأمام وذلك عند الضغط على السهم الأيمن من لوحة المفاتيح ولإنشاء هذا المقطع سوف نقوم بالبداية بالذهاب إلى لبنات الأحداث Events Block ومن ثم اختيار لبنة Win Key Press وذلك بالضغط عليها وسحبها ومن ثم إفلاتها في منطقة المقاطع البرمجية ومن ثم نقوم باختيار من القائمة Right Arrow السهم الأيمن وهذا يعني أن المقطع البرمجي سوف ينفذ عند اختيار أو الضغط على السهم الأيمن من لوحة المفاتيح الآن سوف نقوم باختيار لبنة التحرك عشر خطوات وذلك بالذهاب إلى مجموعة لبنات الحركة Motion ومن ثم اختيار لبنة Move 10 Steps وذلك بالضغط عليها وسحبها وإفلاتها في منطقة المقاطع البرمجية أسفل لبنة التشغيل ولتشغيل هذا المقاطع عزيز الطالب يجب القيام بالضغط على السهم الأيمن من لوحة المفاتيح فعند الضغط على السهم الأيمن كما ترون فإن الكائن الرسومي سوف يتحرك عشر خطوات الهدف الثالث أن يتحكم الطالب باتجاه حركة الكائن فعندما نريد عزيز الطالب أن نقوم بتحريك الكائن الرسومي في الاتجاهات الأربعة سوف نقوم باستخدام لبنة الالتفاف إلى اتجاه معين Point in Direction وهي لبنة برمجية من لبنات الحركة تستخدم لوضع الكائنات الرسومية في اتجاه محدد وتقوم بتدويرها بزاوية معينة تستخدم هذه اللبنة البرمجية 360 درجة للاستدارة والقيمة الافتراضية هي 90 ويمكن استخدام أي من القيم التالية فلوضع الكائن الرسومي باتجاه اليمين سوف نقوم بوضع القيمة 90 ولوضع الكائن الرسومي في اتجاه الأيسر سوف نقوم باختيار القيمة ناقص 90 ولوضع الكائن الرسومي في الاتجاه للأعلى سوف نقوم باختيار القيمة 0 وأخيرا لوضع الكائن الرسومي في اتجاه الأسفل سوف نختار القيمة 180 هيا لنطبق معا لنطبق معا عزيز الطالب أكمل الجمل التالية بالكلمات المناسبة اللبنة الأولى point in direction 90 فالقيمة 90 تعني توجه الكائن الرسومي إلى إلى اليمين أحسنتم اللبنة الثانية point in direction ناقص 90 هي تعني توجه الكائن الرسومي إلى إلى اليسار بارك الله فيكم اللبنة الثالثة توجه الكائن الرسومي إلى إلى الأعلى أحسنتم اللبنة الأخيرة point in direction point in direction ذات القيمة 180 وهي تعني توجه الكائن الرسومي إلى الأسفل بارك الله فيكم لنطبق لنطبق معا التدريب الثاني عزيز الطالب ضع اللبنات في الترتيب الصحيح لإنشاء مقطع برمجي يوجه الكائن الرسومي ليستدير إلى أعلى ويتحرك عشر خطوات عند الضغط على السهم الأعلى في البداية سوف نختار لبنة التشغيل أحسنتم لبنة التشغيل when up arrow key pressed الخطوة الثانية سوف يستدير الكائن الرسومي إلى الأعلى إذن أحسنتم هي لبنة point in direction والقيمة صفر للاتجاه إلى الأعلى اللبنة الأخيرة سوف يتحرك الكائن عشر خطوات أحسنتم لبنة move ten steps تعلمنا اليوم أن يميز الطالب لبنات القبعة في برنامج السكراتش وتعلمنا أيضا أن يحرك الطالب الكائن الرسومي في برنامج السكراتش وأخيرا أن يتحكم الطالب باتجاه حركة الكائن أعزاء الطلبة لا تنسوا مراجعة الدرس من الكتاب المدرسي وإتمام الواجب المنزلي دمتم برعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر